أعلن رئيس هيئة رعاية الصحية والمشرف العام على مشروع هيئة التأمين الصحية الشامل أحمد سبكي عن تقرير الخدمات المستحدثة الرابع السنوية للهيئة بمحافظات تأمين الصحية الشامل وذلك عن الربع الأول من العام المالي الحالي وأوضح رئيس هيئة رعاية الصحية أن الهيئة قدمت خدمتها لأكثر من 870 ألفا و 600 مستفيد في محافظات تطبيق التأمين الشامل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وأبرز رئيس هيئة رعاية الصحية إجمالية الخدمات الطبية والعلاجية التي تم تقديمها خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025 والتي بلغت قرابة 3 ملايين خدمة طبية وعلاجية